اشتركوا في القناة مهددة بالتلف بعد توقف عمليات التسويق لعدم وجود التخصصات المالية حتى يتم استلامها من الفلاحين وبيّنت أن معدل ما تم استلامه من زورة الصفراء من قبل مراكز التسويق التابعة للوزارة لا يتجاوز ستين ألف طن في الوقت الذي تنتج فيه كاركوك أكثر من خمسمائة ألف طن سنوياً استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أسواق أربيل وتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي من عيار 21 بين 360 ألف دينار و370 ألفاً فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 330 ألفاً و340 ألف دينار وفي أربيل بلغ سعر بيع مثقال ذهب من عيار 24 أربعة مائة وعشرين ألف دينار فيما سجل عيار الذهب 21 تلاثمائة وسبعين ألف دينار بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران أكثر من عشرة مليارات دولار خلال عام 2021 وفقاً لموقع تريد ماب الذي يوفر خريطة للتبادل التجاري بين الدول وبحسب الموقع فإن الصادرات الإيرانية إلى العراق بلغت نحو 9 مليارات دولار مقابل مليار واحد للصادرات العراقية إلى إيران وتتعامل إيران مع العراق على أنه سوق لتصريف منتجاتها ومنفذ للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الدول الغربية ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان مندبي أوبيكبلاس أن خيار تخفيض الإنتاج بمعدل أكبر خيار مطروح عندما يلتقون في نهاية الأسبوع الجاري وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 95 دولار لتصل إلى 78 دولار و13 سنة للبرميل الواحد وكانت قد انخفضت في بداية الجلسة إلى أقل من 74 دولار للبرميل بما ارتفعت أسعار بريند دولار و25 سنة ليصل سعر البرميل الواحد إلى 84 دولار و44 سنة فشل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق على تسقيف سعر النفط الروسي المنقول عبر البحر عقب ضغط من مجموعة السبع وتأحذير روسي قال الدبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن ممثلي حكومة الاتحاد فاشلوا في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا بعدما أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا موسيقى والآن هذه انتقال سريع ومشاهدين الكرام إلى أسعار الصدف العملات الأجنبية وأسعار المعاذنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجز الارتصادي بإمان الله موسيقى 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 موسيقى